وعددكم منه الخميس عندي حلقة مميزة بس قبل ما أبدي بالحلقة أحب أعرفكم مدير التجارية فواز طارق عزيز ذولة وزارة الصناعة فواز الدرك رئيس مجلس إدارة إسماعيل كاظم شناوة تمام قلوب للصورة اللي وراها تمام مدير المشاريع قاسم عبد المحسن مدير الرقابة رشيد عبد الحميد مدير موقع الدباغة خالد غازي الملقب خالد صحن طين الوراها حلو أرجعكم فواز الدرك وعماد صحن ليش أنا جبت هاي الصور خليهم يدارون خليهم ويا وانا سولف ليش جبت أنا هاي الصور أنا رح أقول لكم اليوم لا أريد أتجاوز ولا أغلط رح أحكي ويا رئيس الوزراء مباشر مننا ويا محمد الشياع السوداني رئيس وزراء العراق ويا رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون اللي يشوف ويقرى البرنامج الحكومي وأهداف الحكومية رح يلاحظه بشكل واضح أنه ملف مكافحة الفساد يعتبر من أهم وأولويات السوداني صح؟ والدليل أنطيك أنه هاي أشياء حتى لو أكو بعض الناس اللي بمكتب محمد الشياع السوداني يضوجون مني تمام؟ بس يعرف محمد الشياع السوداني رئيس وزراء العراق أنه أنا ما أجيب شيء بدون دليل ولهذا أنه دائما يأخذون بكلامي النزاهة لأنه أنطيهم أدلة ووثائق اسمع مني يا رئيس الوزراء اليوم الملف ملياري فبوزارة الصناعة والمعادن بالشركة العامة لصناعة النسيج والجلود وأولي على هاي الشركة يعني مستوى البروغ يوازي سرقة القرن رح تقوله لي شلون شا هي سرقة القرن بس وحدة؟ لا لو بس وحدة شان ما نيبة فلوس العراق تمام بس ضاميها عليكم ورح تشوف شلون يصير طمطمة ملفات الفساد وبشكل أصولي وإداريات مرتبة رح أسولف لك لأشياء رئيس الوزراء الموضوع مثل ما هو وبالأوليات اللي تشوفها على الشاشة تمام؟ لا مزيدين ولا منقصين بمصنع القطنية اللي بمنطقة الكاظمية خلي على قولة أبو شاهين عماد الصحن يعرف عن شين جاي يسولف الكاظمية أكو جزء من المصنع وبمكان مميز قرب ساحة عدن مساحته 47 دونم وين؟ بالكاظمية مساحته 47 دونم يا رئيس الوزراء ركز دي هنا لأن رح أنطيك كله بالدليل يا هيئة النزاهة يا كل اللي يشوف أكيد هيكي موقع وهيكي مكان وهيكي مساحة رح يخلي الحرامية يتقالبون عليه والفاصدين يردون هاي القاع ليش؟ لأنه رح يصير حصة الأسد تمام؟ وقبل ما نحكي عن حصة الأسد وشون التفاصيل أنا أحب أقول لكل هاي الشلة تمام؟ أنتم فتح عليكم باب جهنم لأنه شك واحد من ذول الحرامية اللي قال اللي أكبر من عدكم من رح يشوف هاي الحلقة رح يروح يدور على هاي القاع وراح يروح يا كلكم أنتوا ياها هاي المساحة علنت عليها الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود اللي مديرها منو فواز مفلح درك هذا تمام؟ منو فواز مفلح درك؟ الجغيفي هايش وقت؟ آخر أيام الحكومة السابقة يعني من كان منهل الخباز وزير للصناعة والوكيل يوسف الجنابي بالمختصر يعني شغلة التعزيلة ما للجماعة آخر أيام الحكومة المهم صار إعلان شلون؟ من جو العبايح لإنشاء مجمع سكني الله شكت حلو إنشاء مجمع سكني بس هذا المجمع شنو؟ هو خوش لعبة هاي مالبوق يا عين إنو شون يبوقون؟ دار ريد نسوي مجمع سكني وصار فتح دراسة عروض وباقي هاي الشغلات ما أطول عليك معا لي أو رئيس الوزراء أو رئيس هيئة النزاهة ما أطول عليكم فواز وقع عقدوية شركة الأشتر وصار الدفع اللي وصل إلى ثلاثة مليون دولار اسمع رقم ثلاثة مليون دولار المن؟ اليوسف الجنابي وقسم الوزير من هل الخباز؟ ابن أخته يزن هسا عدنا يزن سابقا وحاليا منه؟ ماهر وأيمن وأكيد هم أرجع وأقول وزير الصناعة خالد بتال يعرف عن شنو جاي يسولف وأكيد قسم الفواز مفلح درك ولو تشوفون تاريخ توقيع العقد بالشاشة أطوني أول وثيقة يعني قبل تشكيل هذا محضر اللجنة يا رئيس الوزراء هذا محضر اللجنة تمام؟ يعني قبل تشكيل الحكومة بأيام قليلة وتوقيع العقد قلب لي الوثائق وحده وراء اللخ على مود رئيس الوزراء وجهات المعنية تشوف أنا أحكي بالدليل يعني قبل تشكيل الحكومة الجديدة الحد هنا وزير الصناعة الحالي خالد بتالد جغيفي ما إلى علاقة بكل شي لهنانا الحد هسه ما إلى علاقة بعد أن صارت الشكوى بالنزاهة وصار أكو مخاطبات بين النزاهة ووزارة الصناعة طلبت النزاهة من الصناعة أن يحققون بموضوع هاي الشكوى وهنا يدخل ابن العم خالد بتال الجغيفي وزير الصناعة هنا هسه طب السالفة وبالفعل صدر خالد بتال أمر وزاري وشكل لجنة تحقيقية بالأمر تمام لهنانا زين هذا شوكت شوكت وبلشت اللجنة بشغل بس شنو قبل الشغل مالتها إجاها الباص ترى الموضوع يخص فواز الجغيفي ابن عم المعالي ابن عم وزير الصناعة وديروا بالكم تقصروا أو تقصرونه ويتقصدون الموضوع يعني خلاص طمطموها وهسه نسولي في شلون قالت هاي اللجنة التحقيقية أولا أخذت اللجنة التحقيقية إفادات كل من المدير العام فواز فواز مفلح درك المدير العام رئيس لجنة مجلس الإدارة ومنه فواز طارق عزيز مدير القسم التجاري اوقف رجعلي عليهم حتى يشوفوهم الناس رجعلي على الصور فواز طارق عزيز مدير اسمع هذا فواز طارق عزيز مدير التجارية امشي رشيد عبد المجيد محسن تمام قسم الرقابة اسماعيل كاظم شناوة مدير القسم القانوني قاسم عبد المحسن مدير المشاريع ورئيس لجنة تحليل للعطاءات واثق عيدان خلي اسمع رئيس الوزراء جايب لك يوم بالاسماء منه اللي يوقع واثق عيدان علي مدير قسم الاستثمار هس المرحلة الثانية نشوف بالصور المعروضة انه التحقيق ذكر عبارة انه ادارة الشركة قامت بالتفريط بممتلكات الشركة من خلال التعاقد مع شركة الاشتر يعني شنو يا رئيس الوزراء يا رئيس هيئة النزاهة يعني هدر بالمال العام انتو سموها مصطلح قانوني او سموها هدر بالمال العام لا انا سميه بوق لا هذا بوق ثبتت اللجنة التحقيقية بان سعر المتر المباع للموظفين من الوحدات السكنية مبالغ به جدا حتى الموظف البسيط يعوفوها ويقصط حقها الو المستثمر يعني هم والمستثمر يبيحها على راحته والمضحك يا رئيس الوزراء انو المدير العام فواز الجغيفي وقع العقد بالاعتماد على مصادقة مجلس الادارة واللي عدد اعضاءه اش قد خلي سمع على قولت ابو شاهين خلي شوف رئيس الوزراء عن شنو جاية السولف تسع اشخاص المفروض تمام مع انو اللي موقعين على قرار مجلس الادارة بس ثلاثة يعني حتى ما مكتب للنصاب ولا نصف زائد واحد بس ثلاثة هذا مو كلامي هذا كلامي اللجنة التحقيقية وهنا يا فواز الجغيفي مو تروح تغير القرار مجلس الادارة هسه ترى القرار الاصلي عندي وموقعين علي بس ثلاثة اعضاء موجود وهذا مو كلامي هذا كلامي اللجنة التحقيقية المهم ما طول عليكم لان طولت هواية بس انا متعمد اريد اوصلها بدون تجاوز الرئيس الوزراء اعلمون هذا الموضوع موضوع القاع تمام ما عاقبت ولا واحد اللجنة وما وصلت باحالة الملف الى هيئة النزاهة ليش لان هذا يخص فواز ابن عم وزير الصناعة بس شنو اكتفت اللجنة بفسخ وانهاء التعاقد وهذا كل اللي قدرت عليه اللجنة يعني شنو يا رئيس الوزراء يعني كلامي صح يعني اكوبوغ مو تلاعب بالمال العام لا ولا هدر للمال العام ما يسمى هيئش يسمى اكوبوغ اكيد لان ابو الشركة الاشتر هدد فواز وقال له اشلون تلغي العقد وانت مستلم المالات ها من زمن يوسف الجنابي مستلم المالات وقال له ترى اضحكم وعندي عليكم كل الادلة وانت بكيفك بعد ولليوم العقد ساري وموجود ولا انفسخ ولا شي فواز لا نحال الملف للنزاهة ولا للقضاء قبل ان اختم عيني فواز مو تروح باتشرة تسوي فسخ للعقد بتاريخ سابق قلت لك العقد الاصلي عندي تعبوني تعبوني اخ هذا الكلام بعد يعني صدق عندي عندي هواي اشياء بس انا ما احب اطول على المشاهد بهيتش موضوع صحيح هو مهم وصحيح هو بوثائق وادلة والتواريخ بس رح ادزها كلها الى النزاهة ورئاسة الوزراء يطلعون عليها واذا قاني شذاب خل ينزلون بيان الصناعة وزير الصناعة خل ينزل بيان يقول قحطان شذاب او هو نفسه فواز اذا يتجر لانه رح اعرض لكلهم وانا اعرضتهم طون ياهن الصفحين على السريع خلقتهم طون ياهن اي اتفضل رقم واحد اثنين اتفضل معالي الوزير اتفضل ثلاثة اتفضل اربعة خمسة تمام هذا الني رح يروحها للنزاهة والاصليات تمام فواز تدلل